لجوم أفأم ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر الله له ما تقدم من ذنبه رواه الحاكم في المستدرك شوف كل يوم وفي ناس ممكن تلبس كل شهر وفي ناس ممكن كل ستة شهور أو كل سنة يحط على جسد ولبس جديد مع كل مرة بتلبس اللبس الجديد ربنا بيكسوك وبيقولك يا عبدي قولي الذكر ده الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة لو عملت كده الذكر اللي أخد منك ثواني ومفروش أي تعب ده كل ذنوبك من ساعة ما تولدت أو بمعنى أدق من أول سن التكليف سن البلوغ سن الحساب أول ما بدأت السيئات تحصى على العبد كل ده تغفر عندك عشرين عندك تلاتين عندك سبعين سنة ربنا غفر لك كل ذنوبك مع ذكر بتقول وانت بتلبس لبس جديد خد بالك الذنوب وكتر الذنوب بيعمل حجاب على القلب لإنسان ما بيبقى الشايف الحق بسبب أن عيون قلبه اللي اسمها البصيرة الذنوب مغطيها بيبقى الإنسان مش شايف عيوبه بسبب كتر الذنوب اللي بتعمي القلب عن رؤية العيوب بيبقى الإنسان مش فاهم رسائل الرحمن اللي موجودة في الكون واللي ربنا دايما بيبعتها له عشان يصلح من حاله بسبب أن القلب مش شايف فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوبه التي في الصدور ضيق في الصدر وعدم بركة في الرزق كل ده بسبب كتر الذنوب تيجي انت في لحظات مع لبس جديد تقول الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة يغفر لك كل اللي فات شايف الهدية كبيرة ازاي شايف الهدية كلنا محتاجينها ازاي عارف ليه عارف ليه الثواب كبير والهدية كبيرة لأن ربنا حابب يقول لك أنا اللي كسوتك وأنا اللي فرحتك ومع الكسوة الجديدة والرزق الجديد كمان أنا حابب أن أغفر لك زي ما أنت هتفرح في الدنيا بالكسوة الجديدة عايزك تفرح في الأخرة يوم ما تتفاجئ أن أنت ما عندكش ولا ذنب في اليوم اللي فرحت فيه في الدنيا باللبس الجديد كأن ربنا بيقولك أنا مش عايز أعذبك ولا عايز أضيق عليك ولا عايزك يوم القيامة يجي متحصر أو حزين أو متفاجئ بشيء في لون من الخوف أو العذاب أنا عايز في الدنيا تبقى فرحان ومكسي بس خليك دايما مفكرني واشكرني وعرف أن لحمك تافك من خيري خير ربنا سبحانه وتعالى وعرف أنك أنت ولدت عاري يا أيها الناس كلكم عاري إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم ربنا بيقولك في الحديث القدسي اعرف أن الهدوم اللي عليك دي من رزق ربنا سبحانه وتعالى وتعبك اللي أنت تعبته عشان تجيب اللبس ده بفلوسك أصلا توفيق من ربنا سبحانه وتعالى فأنت متقلب في هذه الدنيا ما بين فضل الله وتوفيق الله ورزق الله ومغفرة الله إحنا يا جماعة صفر من غير ربنا وإحنا كل حاجة بربنا سبحانه وتعالى بيلبسك اللبس الجديد يفرحك ويغفرلك وإنت بتقول ذكرى ما ياخدش منك ثواني عشان يقولك أنا ربك بحب فرحك انت غالي علي أيها العبد ودي هدية من الرحمن لوغوم.fm